في اعتراف غير مسبوق قرى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بأن إيران استخدمت أموال الاتفاق النووي لدعم الإرهاب وقال كيري في مقابلة تلفزيونية أن جزءا من الأموال التي حاصلت عليها إيران في إطار الاتفاق النووي عام 2015 وصل إلى الجماعات الإرهابية مرجحا وصول الأموال إلى الحرس الثوري وكيانات أخرى مصنفة كمن الضمانة إرهابية ورغم اعتراف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق فلا يزال يلعب دورا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران والذي تنظر له الإدارة الأمريكية الجديدة بأنه اتفاق ناقص وليس كافيا لوقف النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار الأمر الذي استدعى خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه مع عادة فرض العقوبات على إيران كما وحظي هذا الانسحاب بترحيب دولي وسع